اربعون سنة مرت على اندلاع اطول حروب القرن العشرين تلك الحرب التي بدأتها ايران في الرابع من ايلول عام الف وتسعمائة وثمانين بشن هجماتها على الاراضي والمخافر الحدودية العراقية ليأت الرد العراقي في الثاني والعشرين من الشهر نفسه فاشتعلت على اثرها الحدود بين البلدين قبل ان تكلل بنصر عراقي جاء بعد ثمان سنوات تجرع على اثره الخمين السم الزعاف ومنذ ان اطلق الخمين ثورته اطلق معها شعار تصديرها بدءا من العراق وما لم تنجح به ايران في عدوانها العسكري نجحت به بعد الاحتلال الامريكي لتبدأ مرحلة جديدة من النفوذ الواسع الذي سهل لحلفائها الضفر بالسلطة وتصبح طهران المحركة الاساسة للعملية السياسية التي تشكلت بعد احتلال كانت طهران الرابحة الاكبر فيه ايران التي خسرت حربها التي شنتها على العراق استغلت حربا اخرى منحتها نصرا لم تحرزه او تحلم به عسكريا على يد ثلة من الميليشيات التي رعتها قبل ان تدخل العراق على ظهر دبابات من تسميه الشيطان الاكبر لتقود العراق وتورده المهالك وللمفارقة فان تلك الميليشيات تهاجم اليوم امريكا التي مكنتها من حكم العراق والامساك بمقاليده وتحويله الى حديقة خلفية لايران بل ان ثلاثة من رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على حكم العراق وهم ابراهيم الجعفري ونور المالكي وعادل عبد المهدي قضوا معظم فترة الثمانينات في طهران نهيك عن الشخصيات الاخرى التي تمسك بمفاصل الدولة وتجاهد بولائها لايران دون مواربة او استحياء لتسخر كل ثروات العراق لخدمة مشروع طهران التوسعي على حساب العراق الذي ذاق الويلات من هذا المشروع وعبر عن صخطه مرات عديدة بلغت ذروته مع ثورة تشرين التي اندلعت ضد نظام المحاصصة الفاسد ومن ورائه ايران ثورة انطلقت هذه المرة بالمحافظات الجنوب التي تعدها احزاب الحكم الموالي للنظام طهران ظهيرا شعبيا لها ثورة وضعت العراق على بوابة نصر جديد يذوق فيه خامنئي كأس سم اخر وينهي حقبة مظلمة من تاريخ العراق